ينضم إلينا من خان يونس بشير جابر مراسل القاهرة الإخبارية نبدأ أولا بشير من تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة خاصة أن هناك استهدافات مختلفة لمناطق متعددة في قطاع غزة على مدار هذا اليوم هل تجملها لنا في ضوء هذه الأرقام المفزعة من جانب الصحة العالمية حول استهداف الكوادر الصحية واعتقال البعض الآخر تحية لك محمد في التوقيت المحلي ندخل اليوم الثاني بعد الثلاثمائة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي هذه الليلة لم تكن هادئة على قطاع غزة المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن اطاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرقية لقطاع غزة عموما وتحديدا باتجاه المنطقة الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس في أقصى جنوب قطاع غزة هذه القذائف أيضا صاحبتها قذائف إنارة تحديدا في المنطقة الشرقية الشمالية لمدينة رفح باتجاه حي النصر في تلك المنطقة ولازلت هذه القنابل قنابل الإنارة تضيء سماء تلك المنطقة حتى هذه اللحظة الغارات الإسرائيلية أيضا لازلت متواصلة باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدد من الغارات باتجاه منازل المواطنين والأراضي الزراعية في غرب هذه المدينة فيما تتولى القذائف وكذلك الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق نيرانها باتجاه الشريط الساحلي لمدينة رفح في خان يونس قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا ومجموعة من المواطنين الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهدين وإصابة عدد آخر من المواطنين أما المحافظة الوسطى لازلت تشهد أيضا قصفا مكثفا من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية للمحافظة بشكل عام وكذلك الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت منزلا في مخيم البريج الأمر الذي أدى إلى استشهاد طفل وفتاء وإصابة عدد آخر من المواطنين نقل على إثر هذه الإصابات إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات مدينة غزة أيضا شهدت غارات عنيفة ومتواصلة استهدفت منزلا لعائلة أبو حصيرة في منطقة حي السبر خمسة شهداء ثلاثة أطفال ومسن وسيداء بالإضافة إلى استهداف منزل في منطقة الشيخ ردوان لعائلة مهنة استشهد فلسطيني وأصيب عشر آخرين بجراح متفاوتة الخطورة وفي حي الزيتون قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى يتبع لبلدية غزة هذا القصف أدى لارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر من المواطنين في المدرسة المجاورة لهذا المبنى والتي هي مكتظة بالنازحين الفلسطينيين وبالتالي نحن نتحدث عن عدوان إسرائيل لموسع يطال كل أحياء قطاع غزة في ظل انهيار تام للمنظومة الصحية هذه المنظومة التي فقدت عدد كبير من الأطباء والكوادر الطبية كشهداء من الذين يعملون في داخل المستشفيات وكذلك من خلال الاستهدافات المباشرة لسيارات الإسعاف التي تعمل في الميدان طوال أيام هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الأمر الذي أنهك المنظومة الصحية وأعلنت منذ بداية العدوان الإسرائيل عن انهيار قدرتها على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والجرحة وكذلك في ظل عدم وجود أدويا ومستلزمات طبية وكذلك وقود لدى هذه المنظومة الصحية تمكنها من تأدية واجبها على أكمل وجهة اليوم مستشفى مجمع ناصر الطبي الذي أتواجد به أعلن عن عدم وجود بعض المريول الطبي الذي يدخل به الأطباء إلى الغرف العمليات الجراحية وغرف العناية المركزة وبالتالي بدأ الأطباء يعملون هذه العمليات دون الالتزام بالبرتوكول الطبي والنظافة والتعقيم المطلوب لإجراءة مثل هذه العمليات وبالتالي الأوضاع والنظام الصحي في قطاع غزة منهار تماما بفعل تصاعد وطيرة العدوان الإسرائيلي على القطاع محمد بشيرتة حدثت أن هناك إطلاق لقنابل الإنارة في رفوح جنوب قطاع غزة هل هذا يعني أن هناك توغل بري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو أن هناك اشتباك مع الفصال الفلسطينية في هذه المناطق؟ هذا بالتحديد وعادة ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق مثل هذه القنابل المضيئة والمنيرة في تلك المنطقة تأتي بهدف استكشاف واستطلاع المنطقة بشكل عام ومن ثم لاحقت هذه المنطقة قذائف مدفعية بشكل متواصل وعنيف يبدو أن المنطقة شهدت اشتباكا بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في تلك المنطقة وخصوصا أن هذه المنطقة تقع في المنطقة الشرقية الشمالية لمحافظة رفح والتي تشهد عدوانا واجتياحا بريا منذ ما يزيد عن 85 يوما حتى هذا اليوم أشكرك عند هذا الحد بشير جابر مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من خانيوز شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر